تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية في كافة المحافظات بدأت وزارة الإسكان بتوزيع شقاق التمليك بالعمارات السكنية في مشروع مجمع 207 بوسط المحرق الإسكانية في سابقة انتظرها مواطنون محافظة المحرق المستحقين للشقاق الإسكانية قامت وزارة الإسكان بتوزيع أول مشروع شقاق سكنية في منطقة وسط المحرق إيماناً منها بتقديم خدمات إسكانية تلبي الطلبات المتزايدة على الإسكان في بيئة متكاملة البنى تسهم في الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين بدأت وزارة الإسكان اليوم توزيع شقاق التمليك في مشروع 207 بمحافظة المحرق وذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بتوزيع 4200 وحدة طبعاً مشروع شقاق التمليك في مجمع 207 مثل أي مشروع آخر تقوم فيه وزارة الإسكان مشروع متميز في منطقة جداً متميزة جميع الخدمات متوفرة حوالينا المشروع الشقق صممت فنياً بمساحة جداً واسعة وفيها جميع المتطلبات الضرورية لسكن المواطن وكيل وزارة الإسكان شيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أكد أيضاً أن إدارة الخدمات الإسكانية قامت بالتواصل مع المواطنين المستحقين من أجل الحضور إلى الوزارة وإتمام الإجراءات وتوزيع الشقق السكنية وهو الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين الذين ثمنوا أمر سمو ولي العهد بتوزيع المشاريع الإسكانية أحمد الله سبحانه وتعالى ذي سخر لنا جاءة الميك المفدة ورئيس الوزراء الموقر وإلى أهد الأمين وزارة الإسكان جاء من تسبيها أشكرهم وأحمد الله على النعمة هذه أتشفنا الحمد لله الشقة والشرح وكل شيء تمام من أحسن ما يكون الحمد للرب العالمين وتمنى الخير لكل النس والله كل شيء عجبني عدد الإحجار المساحة الموقع طبعا أحب أشكر وزارة الإسكان على التسميم الرائع حق البنايات في محارق بصراحة ما توقعت أن الشقة حجمها ويد كبير وفيها أربع قرف ومرافق اللي مساوينها الحديقة والمواقف بصراحة التسميم كامل يعني كان غريب ويديد وشيء يفرح أن أنت تنتظر وتحصل عقبطولها المدة تحصل يعني شقة بهالحجم طبعا أشكر كل من ساهم في إدخال الفرحة على قلبي وعلى قلب عائلتي في الحصول على هذه الوحدة وطبعا أولهم سمو ولي عهد وزارة الإسكان مستمرة في تنفيذ برنامج توزيع أربعة ألاف ومئتين وحدة سكنية الذي سينتهي بتوزيع مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني الأسبوع الجاري وذلك في إطار مساعي الحكومة الموقرة نحو تحقيق الاستدامة في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية وهو ما يتماشى أيضا مع مساعيها بتوفير 25 ألف وحدة سكنية الواردة في برنامج عمل الحكومة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين